اهلا بكم معنا في كايرو دار مكملين معاكم في النصوص وإحنا كنا قبل الفاصل كنا نتكلم في نص الصغيران وحنكمل بعد الفاصل في نص الصغيران بصوا معايا كده في قطعة صغيران يظل عن أهلهم في هذا الليل يمشيان على حيض الطريق في ذلة وانكسار بيقول لي استخرج تشبيها مبينا القيمة الفنية لو انتوا بصيتوا كده في قوله ينحدران في أمواج الليل وقد نزل بهم من الهم في البحث عن بيتهما ما ينزل مثله بمن تطوح به الأقدار إذا ركب البحر المظلم ليكشف عن أرض جديدة كل الناس هتقول لي التشبيه تشبيه تمثيلي ليه يا أستاذ تشبيه حالة بحالة هتقول لي الحالة هقول لي يا الطفلان يسيران في أمواج الليل للبحث عن هدف مجهول وهو البيت دي الحالة الأولى الحالة التانية ربان سفينة يسير في البحر المظلم ليكشف عن أرض جديدة وهو هدف مجهول حالة بحالة يبقى التشبيه تشبيه تمثيلي وهذه القيمة الفنية عايز يظهر لك مدى كم الهموم والتعب النفسي والتمزق اللي موجود عند الطفلين ويخليك تتخيل كده ربان سفينة في أمواج كالجبال وهو حاس انه بينه وهو بين الموت ايه ثواني معدودة شو بقى كده التمزق النفس ده هو اللي موجود عند الطفلين لانه تشبيه الهدف منه توضيح الفكرة طيب عندنا من النصوص اللي عندنا نص النصور اللي هو على المدرسة الواقعية للشعر محمد ابراهيم ابو سنة وطبعا احنا قلنا للشعر محمد ابراهيم ابي سنة هو طبعا اعلمنا الكلمة ابي عشان انتعارفين ده اسمها الخمسة عشان ليه الشعر فيه اللام هنا حرف ايه حرف جر طبعا انتعارفين انت طبعا في النحو ده فهمين انتو كويس النصور التليقة وترفع هامتها وتحلق تعلق وتخفق بالزهر تتعقب ورد الزرة في الفضاء السحيق وحلم الكمال بيجي يقول لي هامت اه ايه مفردها الهامت اللي هي الرؤوس يعني هقول له مفردها ايه هامة واستحيق المقصود بها البعيد خلاص وكلمة تخفق المقصود بها ايه هي اصلا خفق القلب يعني الطرب يعني الطرب معناها مش حاجة وحشية اللي هي دقة الايه القلب ودي القلب طالما هو شغال يندفع الانسان ويمشي وتحرك فكذلك الاجنحة اذا اضطربت مع الطائر يكون ايه يطير ده المقصود من النهاية مش الاضطرب حاجة وحشية طيب بيجي يقول لي ما لأ افكار الاساسية التي تدور حولها هذه السطور ما هو قيد كلنا عارفين انهم مثلا ايه اصحاب المدرسة الواقعية بيستخدموا الرمز فهو بيتكلم عن قضية انسانية وهو ان الناس ينقص مونى الى قسمين قسم يحب الطموح ويحب الابداع ويحب التفوق وخاصة يوم تمانية ستة ودول رمزهم النصور وفي ناس تانية تحب النوم تحب الكسل تحب حياة الحفر ودول رمز لهم بالايه بالقراني في الحياة في كده وفي كده دي الافكار الايه الاساسية اللي موجودة فيه النص طيب بيجي يقول لي جدد الشعر في بناء القصيدة طبعا كلكم كده هتفتكروا اصلا مدرسة الواقعية ان خصائصها تبقى حكتين بناء القصيدة يعني شكلها مضمون القصيدة خلاص في فرق بين الشكل والمضمون هو هنا بيتكلم عن دي الشكل طبعا كل الناس هتقول لي في الشكل هم جددوا في الشكل ليه لانهم اعتمدوا على السطر الشعري بدلا من البيت خلاص بقى فيه مفيش اصلا قافية واحدة ولا وزن اعتمدوا على التفعيلة بدلا من الوزن والسطر الشعري بدلا من البيت اساس انهما لا وزن ولا ايه ولا قافية والقصيدة عبارة عن دفعات او دفقات شعورية واحنا عندنا النصور عبارة عن اربع دفعات او اربع ايه دفقات ابقى دا يعتبر المزيد التجديد في بناء القصيدة اما يجي يقول لي بقى في مضمون القصيدة التجديد اقول لي بقى استخدام ايه الرمز والقصيدة التعبير عن قضية وقاية مستمدة من الايه من المجتمع طيب بيجي يقول لي كده يوب نرصده الامر يعني بنرقبه يعني طيب المفرد غدران اللي هي الانهار او الانهار الصغيرة مفردها ايه غدير يعني البنت اللي اسمها غدير طيب كمل انت بقى بعد كده بيجي يقول لي للالفاظ التي عبر بها الشعر ايحاءات بالمعاني التي ارادها يعني ساعتك تجيب لي كلمة وتقولي الايحاء ايه بتاعها خد اي حاجة براح تكنتك كده قدامك هون تيجي تقول لي النصور تعظيم ولا تحقير هتقول لي ايه التعظيم تيجي تقول لي في الفضاء الايه الرمادي ايحاء كلمة الرمادي ايه انه هو الفضاء اصلا اختلطة فيه الحق بالباطل يعني الاسود بالابيض فاصبح لون رمادي مين اللي يقول لك ان ده ابيض وانه ده اسود يخرجك من هذا الفضاء الرمادي النصور زي ما بيجي يقول لك هات مراد في كلمة كاذا وجاب لك اربع اختيارات والاربع اختيارات دي تقرأهم كلهم صح انت كده في فضاء رمادي مين اللي هيخرج من هذا الفضاء الرمادي النصور خلاص هيقول لك الايجابة الصحيحة هي الايجابة الفلانية ماشي طيب اينا يجي وقال لي مسلا ترصد موقعها في اعالي الجبال توحي بايه في اعالي الجبال هقول له توحي بوضوح الرؤية والتساعها لان دائما الانسان كده بيبقى فيه مكان مرتفع خلاص تبقى الرؤية بالنسبة له ايه رؤية واضحة واضح كويس ايه طيب لما يجي بعد كده يسألني في السطور الشعرية لنص الايه لنص النصور ويجيب لي سؤال السؤال ده سؤال ابداعي يعني ايه سؤال ابداعي يعني السؤال ده بيعتمد فيه على التفكير زي ايه مثلا يجي يقول لي هدف هؤلاء النصور ورد الزراء ورد الزراء والزراء انتو كلكوا عارفين ان ايه القيمة يجي يقول لي هو ليه قال ورد الزراء يعني اضاف كلمة الورد الى كلمة الزراء ما هو فيه ورد في الارض طبعا انا عفترض ما هو اللي في الارض ده ورد واللي في القيمة برضو ايه ورد بس ليه هو الشاعر عايز ورد الزورة في وصفه للنصور لأنهما بما أنهما عندهم طموح فهو مش عايز الورد اللي في الأرض ده هو عايز الورد اللي في القمم لإظهار قيمة الطموح أقول لك مثال عشان تبقى بالنسبة لك واضح طالب سنوية عامة جاب 50% بياخد استمارة النجاح على فكرة مختمة بختم كلمة ناجح وأول السنوية العامة على مصر كلها بياخد نفس الاستمارة مختمة بنفس الختم برضو مكتوب كلمة ناجح ودي الحبرة أزرق وهي الاستمارتين واحدة بس المجموع مختلف ده ناجح وده ناجح بس ده أول السنوية العامة ده ورد الزورة وده جايب 50% ما دخلوش أصلا دورت المياه في الجامعة فهيعتور بالنسبة لإيه ده ورد الحفر ورد الايه هو بيظهر لي النصور ان هم عايزين ايه ورد الزورة وانت برضو عايز ايه ورد الحفر ولا عايز ورد الزورة أكيد هتقول لي عايز ورد الايه الزورة فاحنا هنتقابل معاك طبعا في أيامنا السبعة الجميلة في فرع جديد وهو فرع الايه وهو فرع البلاغة وفرع القصة وأكيد طبعا انت قاعد لنا كده في السبعة يامي الاولانية كده بتعوشارة ستة قاعد كده حابس نفسك في هذا البستان الجميل اللي هو اسمه مادة اللغة العربية وأنا اللي عمال أقطف لك ورد مختلف عشان نصنع مع بعض يوم تمانية صحبة جميلة نقدمها لمكتب التنسيق وتبقى انسان عبقري أشوفك في فرع جديد شكرا وإلى اللقاء موسيقى